على قدر متغيرات المنطقة وتطوراتها المتلاحقة والخطيرة تأتي تدريبات ايفس 2016 التي تجري في تركيا وتحت قيادة تركيا والتي تتزامن مع مناورات اخرى تجري في الاردن بمشاركة قوات امريكية واردنية تدريبات ايفس 2016 تجري بمشاركة 11 دولة من بينها السعودية التي وصل عدد من قواتها الخاصة الى مدينتي انقرة وازمير التركيتين للمشاركة في التمرينات التي تعتبر من اكبر التمارين العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة البرية والبحرية ومساحة ميدان التمرينات العسكرية التي ستمتد بين مدينتي انقرة وازمير لمدة شهر كامل اذ ستتدرب القوات المشاركة على مواجهة الجماعات الارهابية وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وتنفيذ المهام المختلطة في بيئة متعددة الجنسيات إلى ذلك تؤكد مصادر سعودية أن ثماني طائرات سعودية من نوع تورنيدو ستصل تركيا في العشرين من الشهر الجاري للمشاركة في تدريبات جوية باسم نصر الأناضول لمدة عشرين يوما تتزامن هذه التمرينات مع انطلاق أخرى تجري في الأردن والمعروفة باسم الأسد المتأهب وتجري هذا العام بمشاركة قوات أردنية وأخرى أمريكية على عكس مجرة العادة في الأعوام السابقة من خلال مشاركة قوات متعددة الجنسيات ويشارك فيها ستة ألاف عسكري أردني وأمريكي إضافة إلى نحو ثلاثة ألاف عسكري من مقار القيادة الوسطى من الجيش والبحرية وسلاح الجو والعمليات الخاصة وخفر السواحل ويهدف الأسد المتأهب إلى تطوير القدرات الدفاعية وتطوير القدرات الثنائية للاستجابة للتهديدات الداخلية والأزمات في ظل تولي المناورات العسكرية في المنطقة وفي ظل تولي التهديدات الإرهابية كما تقول الجهات المشاركة في هذه المناورات وفي ظل الظروف المحيطة بالمنطقة إلى ماذا ترمي هذه المناورات وهل يمكن القول أن طبول الحرب بدأت تقرع في المنطقة خصوصا أن ساحة السورية تعج بجيوش أجنبية من إيران وروسيا متحالفة مع نظام الأسد أضف إلى ذلك التشكيلات المختلفة من الميليشيات العابرة للحدود من لبنان والعراق وأفغانستان والحال في العراق ليس بعيدا عن هذا الواقع فما هي رسائل الدول المشاركة في هذه المناورات وتحديدا الإقليمية منها وهل ستذهب هذه الدول حقيقة للتحرك الجماعي لمحاربة الأخطار التي باتت تهددها بشكل واضح تبقى تلك الأسئلة بانتظار ساعة الصفر التي يحددها الساسة للعسكريون بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر